ونستعرض من خلال وجودك فعلاً نموذج للمرأة المصرية النكحة عملياً وأكاديمياً كمان خلينا نعرف من حضرتك بدايةً كده قصتك مع التحكيم في الرياضة دي بصفة خاصة هل ده كان جزء مثلاً من دراسة حضرتك؟ هل الدكتوراه بتاعتك ليها علاقة برفع الأفقال؟ يعني دينا خلفية ولو باختصار كده عن حضرتك؟ تمام، الحقيقة هو أنا خارجي طبعاً تربية رياضية جامعة الزقزيق الحمد لله كانت تأدير جيد جداً الإعلام الرياضي، الدكتوراه كانت في اقتصاديات الرياضة المصرية فهي بعيدة عن رفع الأسقال تخصوصي كان لكن كلها رياضة في الرياضة كلها رياضة في بداية 1995، 1995 كانت بدأت نشأة رياضة رفع الأسقال على مستوى العيام فكان أول فرق في مصر ما كانش لسه فيه محكمات أو ما كانش لسه فيه لعبين اعتزلوا عشان يبدأوا يبقوا محكمات فالاتحاد المصري وقتها لرفع الأسقال بدأ ياخد مجموعة الناس اللي هي ملاصقة للفرق الكائنة فأنا وقتها كنت مشرفة مع أول فريق بنات كان في محافظة الشرقية وقتها وبدأ الاتحاد ياخد العناصر اللي هي اللي عندها الدراسة الأكاديمية اللي هما زي مثلا تربية رياضية واللي بيتعاملوا مع فرق رفع الأسقال وبدأ يعمل لهم كورسات ودورات وكان تدريبهم في وجودهم مع الفرق بتاعتهم بدأنا نحضر بطولات الجمهورية معاهم بطولات زي بطولات تشجيعية أو بطولات تدريبية لحد ما بقينا خلاص كواليفايت ان احنا فعلا نقدر نحكم خدنا دورة تدريبية في الاتحاد وبقينا قريدي اعتمدنا كنا سبع على مستوى الجمهورية واعتمدنا حكام محلي اتنين في الاتحاد المصري لرفع الأسقال بس ودي كانت أول محلي اتنين اللي هو بمعنى ايه احنا عندنا التحكيم المصري التحكيم بصفة عامة في محلي اتنين ومحلي واحد محلي اتنين اللي هو الكاتيجري الأقل بيعد سنوات بينية معينة وبيعمل اختبار وبيبقى محلي واحد بعد محلي واحد برضو سنوات بينية وبيعمل اختبار تحريري وعملي اللي هو في بطولة وبيتم تقييمه وبياخد دولي اتنين بعد دولي اتنين بيبدأ دولي واحد ودولي واحد ده أعلى كتجري في التحكيم وبالمناسبة أنا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لرفع الأسقال وعضو لجنة المرأة في الاتحاد الدولي لرفع الأسقال في الدورة اللي هي المفروض انتهت والانتخابات الجديدة بدأت فإن شاء الله يكون فيه تشكيل جديد ويكون لنا حظ معاهم إن شاء الله حيث ترشرحي نفسك تانية الحقيقة احنا يعني لظروف ما كنا فيها في رفع الأسقال في مصر فمش اتندت ان احنا نكون في الترشيح بس إن شاء الله فيه وعدة من الاتحاد الدولي بالتعين بإذن الله تمام رائع جدا لا سيفية محترم بجد أشكرك وفي مجال different أو يعني فعلا مختلف مش common خلينا نقول يعني ترجمة نانسي قنقر